بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفه وكرم وبارك وعظمه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشرحها في الدارين آمين الباب السابع والثلاثين بعد المائة من الكتاب الرابع والأربعين كتاب الدعوات وهو الكتاب قبل الأخير من السنن فآخر كتاب في السنن والكتاب الخامس والأربعين كتاب المناية القبل ثم بعد ذلك ألحق بسنن الترمذي كتاب أخر سمى كتاب العلل لأن العلل تكلم فيه على مصطلح على جزء من مصطلح علم الحديث وفي علم الرجال وتعليل الأسانين يعني إحنا في أواخر كتاب السنن فسنن الترمذي خمسة واربعين كتاب خمسة واربعين كتاب إحنا في الرابع والأربعين في أواخره كتاب الدعوات الباب الخامس والأربعين الأخير وهو المناقب يبدو الننع خلصه في أثناء رمضان إن شاء الله باب في فضل التسبيح والتهليل والتقديس والتقديس إنك تقول سبحانه ملائك القدوس رب الملائكة والروح هذه معنى التقديس سبحانه ملائك القدوس رب الملائكة والروح أما التهليل فقولك لا إله إلا الله والتسبيح معلوم سبحان الله أو سبحان الله بحمده أو سبحان الله العظيم أو سبحان ربي الأعلى كل دي تسبيحك بإسندنا المتصل عن مشايخنا جزاوا الله عننا خير الإمام الترمذي في سننه الحديث الثاني والثلاثين بعد التسعمائة والثلاثة آلاف قال حدثنا موسى بن حزام وعبد بن حميد وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بشر فقال سمعت هاني أبن عثمان عن أمه حميصة بنت ياسر عن جدتها يسيرة وكانت من المهاجرات رضي الله عنه قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل يعني عدوا كأن النبي بيحثهم على اتخاذ أوراد معدودة ويضبطونها بالعد حتى يدوم عليها لأن العد يعينك على المداومة لأنك لو لم تعرف العد كيف تداوم وبالتالي كلموا وعقدنا بالأنامل دليل على احسبنا واعددنا ما تقولون حتى تواظبوا على هذا العدد عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات وممكن التقديس يفهمنه برد قولك الحمد لله لأن الحمد لله نسبة الكملات والتقديس هي نسبة الكملات فممكن يكون التقديس معنى الحمد لله أيضا واعقدنا بالأنامل أي اعددنا ما تقولون من ذكر حتى تواظبوا على هذا العدد لأن أحب الأعمال عند الله أدومها وإن قل فإنهن مسؤولات مستنطقات اللي هي الأنامل يوم تشهر عليهم أيديهم وأرجلهم بمكانه يكسبون فتمتشر عليك إليك أنك سبحت عليها كذا وهللت عليها كذا وقدست عليها كذا فإنهن أي الأنامل مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسينا الرحمة ولا تغفلن عما اعتدتم من الذكر فواظبوا على ما وظفتم لكم من أوراد ومن أذكار فلا تغفلن عنها وَلَا تَغْفُلْنَا فَتَنْسَيْنَا وَيُهَلِّلُوا اللَّهُ فِي خِتَامِ كُلِّ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَدُدِي عَدُدِي يعني قوة وَأَنْتَ نَصِيرِي وَأَنْتَ نَصِيرِي يعني ناصري وَبِكَ أُقَاتِل مُسْتَعِينًا بِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَدُدِي وَأَنْتَ نَصِيرِي وَبِكَ أُقَاتِل قَالَ هذا حديث حسن غريب ومعنى قول عَدُدِي يعني عَوْنِي عَوْنِي أو قُوَّتي باب في دعاء يوم عرفة وعنه بيقال حدثنا أبو عمر مسلم بن عمر الحذاء المديني قال حدثني عبدالله بن نافع عن حمار بن أبي حميد عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده جد اللو مين عبدالله بن عمر بن العص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا فيه ذكر وليس فيه سؤال والدعاء غالب السؤال دل على أن من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين يبقى إذا ذكرت الله أعطاك فوق ما تطلب وما لا يخطر عليك المبين قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه محمد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني وليس هو بالقوي عند أهل الحديث باب وأنه بي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا علي بن أبي بكر عن الجراح ابن الدحاك الكندي عن أبي شيبة عن عبد الله بن عكيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قل اللهم اجعل سريرتي خيرا من على نيتي واجعل على نيتي صالحة اللهم اجعل سريرتي يعني نيتي وما في قلبي وباطني خيرا من على نيتي يعني أفضل وأعلى من على نيتي لأن نية المرء خير من عملي فالعمل العلنية والنية هي السر اللهم اجعل سريرتي خيرا من على نيتي واجعل علانيتي صالحة يعني اجعل عمالي الظاهرة امام الناس صالحة اللهم اني اسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والاهل والولد غير الضال ولا المضل والولد اللي هو غير ضال في نفسي ولا مضل لغيره غير الضال ولا المضل قال هذا حديث غريب لنعرفه الا من هذا الوجه وليس اسناده بالقوي باب وعنوبي قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا عبدالله بن معدان قال اخبرني عاصم بن كليب الجرمي عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على فخده اليسرى وضع يده اليمنى على فخده اليمنى وقبض اصابعه وبسط السبابة وهو يقول يعني ايه في جلسة التشاهد وايه وقبض اصابعه وبسط السبابة للموحدة اشارة التوحيد باليان اليمنى وهو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ونحن ايه نوصي كل مسلم بالموازبة على هذا الدعاء في هذا الزمان لكسرة من ارتد عن الدين في هذا الزمان رأينا كثير من الناس في هذا الزمان حافظوا القرآن وكفروا وحافظوا السنة وكفروا وكانوا يرتقوا على المنابر يخطبون الجمع وكفروا فربنا ينجينا وبالتالي تكثر من هذا الدعاء في زمن الفتنة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اجعله ديدنك هذا الدعاء في كل سجود لعل الله يقبضنا على دين الاسلام قال ابو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه باب في الرقية اذا اشتكى وعنوبي قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا محمد ابن سالم قال حدثنا ثابت البناني قال قال لي يا محمد اذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي وقل بسم الله اعوذ بعزة الله وقدرتك ثابت البناني اللي بيقول لي لمحمد ايه ابن سالم يقول لي يا محمد ثابت البناني ده مين تابعي زوج بنت سيدنا ابيه سيدنا انس ثابت البناني زوج بنت انس ابن مالك وكان يصوم يوما ويفتر يوما اربعين عاما وكان عبدا زيبدا علما سيدنا ثابت كان مشهور من العباد وكان يصوم يوما ويفتر يوما اربعين عاما وكان يقوم الليل وكان يخدم سيدنا انس ابن مالك وهو راوي احاديثه فثابت البناني بيقول لي لمحمد ابن سالم تلميزه يا محمد اذا اشتكيت يعني مرضت او شعرت بألم فضع يدك حيث تشتكي وقل بسم الله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد من وجعي هذا ثم ارفع يدك ثم اعد ذلك وطرا يعني تحط يدك على موضع الالم وتقول ايه بسم الله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد من وجعي هذا وبالي ترفع يدك وتحطها تانية وترفع يدك وتحطها تانية بحس تقول وطر وراء الناس تبقى سبعة وممكن تقولها ثلاثة وممكن تقولها خمسة كل مرة ترفع يدك على حسب هذا الوصف لكن ايه ممكن تبضل حظة فيلك كده ما يجرش حاجة وممكن تقول اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحادر دي رواية تانية من شر ما اجد واحادر دي رواية تانية تقولها سبع مرات على موضع الالم فان انس ابن مالك حدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ومحمد بن سالم هذا شيخ بصري باب دعاء ام سلمة وعن ابي قال حدثنا حسين بن علي ابن الاسود البغددي قال حدثنا محمد بن فضيف عن عبد الرحمن بن اسحاق عن حفصة بنت ابي كثير عن ابيها ابي كثير عن ام سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قولي اللهم هذا استقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك أسألك أن تغفر لي ودعاء يقال عند سماع أدان المغرب عند سماع أدان المغرب تقول اللهم هذا استقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك اللي صوت الأزاني وحضور صلواتك اللي صلاة المغرب أسألك أن تغفر لي وفي رواية ثانية اللهم إن أسألك اللهم إن هذا اقبال ليلك وأدبار نهارك وأصوات دعاتك تغفر لي قال هذا حديث غريب وإنما نعرفه من هذا الوجه وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباه وعنه بيه قال حدثنا الحسين بن علي ابن يزيد الصم الصدائي البغدادي قال حدثنا الوليد بن القاسم ابن الوليد الهمداني عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش أبواب السماء هي أبواب القبول حيث أن العمل الصالح يرفع إلى السماء من أبواب القبول إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش وعرش الرحمن في السماء السبعة فوق السماء السبعة ما اجتنبت الكبائر يعني ربنا سبحانه وتعالى يفتحه بشرط أن يكون مجتنباً الكبائر وكأن فعل الكبائر يؤدي إلى عدم قبول العمل فنسأل الله أن يسلمنا قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وعن أبي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أحمر بن بشير وأبو أسامة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والمنكر هو كل ما حرمه الله أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء يبقى الأخلاق هي التصرفات والأعمال هي ما يصدر من الجوارح والأهواء هو ما يدور في القلب مما يجعلك من أهل الغفلات قال هذا حديث حسن غريب وعم زياد بن علاقة هو قطبة ابن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله من القائل كذا وكذا فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء يعني قبلت وعن شكرا احنا بنتخذ مثل أزيئي أو الأذكار في تكبرات العيد المصريين يحبوا يقولوا في تكبرات العيد لي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده إلى آخر تكبرات العيد اللي المصريين بيقولوها من قبل ما الإمام الشفعي يجي مصر يعني من أيام عاصل التابعين يعني من السلف الصالح ويجي الوهابية ينهون عن هذه السلف ولكحنا سلفية أي سلف إذا كان بنتقل من أهم السلف ده الإمام الشفعي جاء أهل مصر لهم بيقولوها الإمام الشفعي لما جاء لمصر لهم بيقولوها فبيقول فإن قال مثل ما يقوله أهل مصر كذا فالأمر عندي واسع فلا بأس منههاش الإمام الشفعي لكن الوهابية الجهلة ربنا يعلمهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كذا وكذا فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وحجاج بن أبي عثمان هو حجاج بن ميسرة الصوار ويكنى أبا الصلت وهو ثقة عند أهل الحديث باب أي الكلام أحب إلى الله وعن أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن عبد الله بن الصامت عن أبي در رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاده أو أن أبا در عاد رسول الله صلى الله وسلم عاده يعني زاره مريدا فقال بأبي أنت يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله عز وجل قال مصطفى الله لملائكة سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والحمد الله كل المسلمين يقولون ذلك في كل ركوع وكل سجود وفي ختم كل صلاة فالحمد لله الذي جعلنا نعبد الله كعبادة الملائكة هذا من فضل الله عليه باب في العفو والعافية وأن أبي قال العفو عن الزنوب والعافية إيه من الآثام ومن الأمراض ومن العجز ومن الغفلات ومن المعاصي وعن أبي قال حدثنا أبو هشام رفاعي محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا يحيى بن اليمان قال حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية ابن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة قالوا فماذا نقول يا رسول الله قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا سأكى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد زد يحيى بن اليمن في هذا الحديث هذا الحرف قالوا فماذا نقول قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة وهو دعاء جامع يجمع كل أدعية الصالحين والأنبياء والأولياء اليوم والإيام إنك تقول لهم الناس ألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة خلاص قلت كل حاجة وعنه بي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نوعي عن سفيانة عن زيدن العمي عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء لا يرد بين الأدان والإقامة قال أبو إيسى وهكذا روى أبو إسحاق الهمداني هذا الحديث عن بريد ابن أبي مريم الكوفي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا أصح باب وعنه بي قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوي عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله المفرد للشيء يعني الذي انفرد به واشتهر به وتفرغ له يبقى الإنسان لما يتفرغ لشيء ويكثر منه ويشتهر به يسمى مفرد يعني أفرد وقته وإيه لذلك يبقى كلما تفرد نفسك وتفرغ نفسك لأمر وتجعله شغل لك اسمك إيه مفرد كويس وفي رواية المفردون كمان بالتجديد سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال المستهترون في ذكر الله مستهتر يعني مولع مولع يعني شديد الحب والالتزام يقول لك مولع بالشيء يعني اشعر ازارة يعني يعني تعلق به تعلق شديد يقول لك مولع لا تعلق به شوقا والشوق يبقى فيه كأنه فيه نار نار الشوق عشان كده مولع جاية من الولعة كأنه يعني ايه من شدة شوقه صار مولعا بهذا الشيء المستهترون غير المستهتر المستهتر بكسر التائي يعني المفرطة بالشيء مستهتر يقول لك كل لن ده مستهتر يعني ده زم مستهتر زم بكسر التائي معناه مفرط إنما مستهتر يعني مولع بفتح التائي قال المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرف أحد يعني يتصب بهذا الحديث مثل السادة الصوفية الحقيقة لما تنظر في جميع طواف المسلمين لا تجد أحد أكثر ذكرى من السادة الصوفية تلاقيه عاملين لنفسهم أوراد وأوقات ويعدوا ايه بالساعات يذكروا ربهم ما شاء الله فالحمد لله ربنا يحشرنا في زمرتهم هؤلاء الزاكرين المستهترون بذكر الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وعنه بي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحبوا إلي مما طلعت عليه الشمس قال هذا حديث حسن صحيح لأن كل ما طلعت عليه الشمس يفنى وذكر الله باقي فالنبي يؤثر الباقي على الفاني صلى الله عليه وآله وسلم وعنه بي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعدان القبي عن أبي مجاهد عن أبي مدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفتر شوف الصائم حتى يفتر دل على أن دعوتهم مستجابة طول اليوم مش زي ما الناس تظن دعوتهم مستجابة قبل ما يفتر على طول يوم قبل أدان المغرب خمس دعاب السيول يا رب يا رب ده أنت طول من أول ما يطلع الفجر الحد أدان المغرب دعوتك مستجابة من رحمة ربنا وسعى يبقى الصائم حتى يفتر لأن في رواية حتى وفي رواية حين يفتر فرواية حتى تدل على الساعة ساعة فضل الله وطول مدة الإجابة وأنها تستغرق طول اليوم الصائم حتى يفتر والإمام العادل الإمام العادل هو الذي يحكم المسلمين ويعدل بينهم ودعوة المظلوم أي مظلوم ولو كافر ربنا يستجيب دعوته ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام يعني الغمام اللي هو السحاب ويفتح لها أبواب السماء يعني أبواب القبول ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين لأن الله يهمل ولا يمهل قد يهمل الظالم لكن لا يفلته قال أبو عيسى هذا حديث حسن وسعدان القبي هو سعدان بن بشر وقد روى عنه عيسى بن يونس وأبو عاصم وغير واحد من كبار أهل الحديث وأبو مجاهد هو سعد الطائي وأبو مدلة هو مولى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وإنما نعرفه بهذا